السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلاب تانية سنوي في فيديو جديد في الفيديو ده هنراجع مع بعض كده تفاضل هو اصلا عليكم 3 دروس بس اللي هو اول درس معدل التغير تاني درس الاستقاق تالت درس قواعد الاستقاق فاحنا هنراجع كده في نص ساعة كده على التلات دروس بقوانينهم باهم مسائلهم فبمجرد انك تخلص الفيديو ده انت تمام كده التفاضل ان شاء الله يعني بازن الله متزبط معك اهم حاجة ان يبقى معك كمان وراء وقلم كده ولما تشوف المسألة انت تحل بنفسك المسألة قبل ما اقول الحل او قبل ما تشوفه في المذاكرة والمذاكرة دي انا جابها من على جوجل عادي يعني مش بتاعتي والمذاكرة هنا اصلا بيجيب لك مختصر كل حاجة اه عشان يعني الكلام يبقى خلاص كده من الاخر ويبقى معاك القوانين كلها وكده فنبدأ باول حاجة اللي هو قانون دالة التغير واصلا دالة التغير هنا او تسمى الدالة تق دي بدالة التغير في دال عنده سين تساوي سين واحد قانون هي ايه ان تق هاك كده اللي هي دالة تق بتساوي دال سين واحد زاد هاك نركز في الحلتة دي كويس ناقص دال سين واحد ويبقى دا كده قانون دالة التغير انما بقى دالة متوسط التغير فبيرمز لها بميم هاك يعني ميم كده اللي هي اول حرف من كلمة متوسط التغير فنجي هنا بقى دالة متوسط التغير بتساوي دالة التغير على الهاك اللي هي تق هاك على الهاك فنرجع له فوق حنا كنا جايبين قانون تق هاك بالنواب يساوي دال سين واحد زاد هاك ناقص دال سين واحد على الهاك لان ايا بنزل الهاك عادي اللي قد في القانون الاولاني يبقى كده معانا دالة التغير اللي هي بتساوي دال سين واحد زاد هاك ناقص دال سين واحد ومعانا دالة متوسط التغير بقى اللي هي بتساوي دالة التغير على الهاك وننزل نشوف الملحوظة المهمة جدا ان انا عندي لما يكون سين اتغيرت من سين واحد لسين اثنين متوسط التغير هنا هيبقى دلتا صد على دلتا سين يعني ايه يعني ده السين اثنين نقص ده السين واحد على السين اثنين نقص سين واحد والحتة دي يعني مهمة جدا ولو معكم وراء او قلم او في الكتاب او اين كان مصدر بذكروا منه تكتبوا الملحوظة دي فيه وبيطبق لي الملحوظة بيقول لي اذا كانت دال سين بتساوي اثنين سين تربية زاد خمسة سين زاد واحد مش مشكلة في كده اوجد متوسط التغير في دال عندما تتغير سين من خمسة ونص لاربعة نشوف كده المسألة كلها احنا مش لسه جايبين دلوقتي ان متوسط التغير متوسط التغير بسبب دلتا صد على دلتا سين يعني دال سين اثنين نقص دال سين واحد على سين اثنين نقص سين واحد بالزبط كده طب انا عندي كده سين اتغيرت من خمسة ونص الاربعة يبقى سين واحد بتساوي خمسة ونص او بالشكل ده يعني سين واحد او مش سين واحد هنا سين بتغير من سين واحد لسين اثنين ايا كان الاكبر بقى بس انا عندي الاول ان سين واحد بتساوي خمسة ونص سين اثنين بتساوي اربعة فقوم جايبة كده اقول دلت اربعة لان انا ببدأ بالسين اثنين نقص دلت خمسة ونص هتساوي تحت اربعة نقص خمسة ونص طيب اجيب دلت الاربعة ازاي هو اعطيني دلت السين فوق اعوض عن السين اللي فوق دي باربعة طلعت لي ببناتك في الاخر بواحد وخمسين ومره اعوض بخمسة ونص طلعلي بسبعة وثمانين اتمنى اكون واضحة بالنسبة لكم انا عندي كده دلت الاربعة طبعا تغيرات دي ابص الفوق هو اعطيني دلت السين فاقول كده دلت الاربعة تساوي اتنين فاربعة قصة اتنين زائد خمسة فاربعة زائد واحد طلعت بواحد وخمسين طبعا هنا بقى اربع نقص خمسة ونص سالب واحد ونص وفي الاخر نطلع الناتج ويطلع باربعة وشرين يبقى ونتقص التغير عندي باربعة وشرين مسألة سألة خالص وما فياش اي مشكلة لما نشوف بقى معدل التغير عندي كده وتلاحظوا كل مرة بنضيف حاجة يعني دلت التغير كانت دل سين واحد زادها نقص دل سين واحد لما نجينا نجيب دلت متوسط التغير جبنا دلت التغير دي واسمنا على الهاء فمعدل التغير بقى هنجيب نهاية هاء تقول السفر ومتوسط التغير اللي هو الميم هاء فاذا نهاية تقول السفر ان هي دل سين واحد زادها نقص دل سين واحد هاء يعني احنا جبنا كده قانون اصلا متوسط التغير او بالشكل ده ونشوف المثال اللي على معدل التغير او هو المثال الشامل يعني شامل كل حاجة دلت التغير ودلت متوسط التغير ودلت معدل التغير اذا كانت دل سين بتساوي سين تربيع زائد 3 سين ناقص 1 فاوجد دلت التغير طب احنا كنا جايبين فوق قانون دلت التغير بتساوي دل سين 1 زائداء ناقص دل سين 1 فانا عوض بالقانون ده في الدل اللي هو اصلاً عطهاني هنا يعني ايه ازاي يعني هنجيب كده هنقول ده للتغير هتساوي هنعوض بقى هنا باسين بالسين الي هنا بسين زائدها يعني سين زائدها تربيع زائد 3 при سين زائدها ناقص 1 المعادلة اللي فوق دي اللي هي سين تربيع زائد ثلاثة سين ناص واحدة تنزل زي ماية بالشكل ده واللاحظ القصين هنا والسالب عشان آآ هنفكه بعد كده ونضرب السالب في كل ده وفي الاخر بعد ما نفكك ونجمع ونطرح الاخر يطلع آآ ناتج دلة التغير بقى اتنين ها سين زائد ها تربيع زائد ثلاث ها ونركز بقى مع بعض كده عشان لما في السؤال الثاني يجيب لي دلة متوسط التغير ان احنا هنقسم اصلا التقهاء دي اللي هي اللي احنا جيبنا خلاص الناتج بتاعها على الهاء فوهو بيقول لي انا اصلا بسؤال دلة متوسط التغير لما سين بتساوي اتنين ثم اوجد متوسط التغير لما سين او بتساوي اتنين من عشر هنشوف بقى الكلام ده ازاي احنا نجيب دلة متوسط التغير اللي هي بتساوي دلة التغير على الهاء وهننزل القانون ده وننزل الهاء وناخد الهاء عامل مشترك يبقى في الاخر عندي طلع متوسط تغير اتنين سين زايد ها زايد تلاتة طب هو قال لي هاتها عندما السين تساوي اتنين يبقى نعوض اتنين في اتنين زايد ها زايد تلاتة يبقى اربعة وثلاثة سبعة زايد ها يبقى ميم ها طلع بسبعة زايد ها عايز بقى متوسط لما ها بتساوي اتنين من عشرة يبقى سبعة زايد اتنين من عشرة تساوي سبعة واثنين من عشرة نشوف المطلوب التالت اللي فوق معدل التغير لما يكون السين بتساوي اتنين هنشوف مع بعض نعملها ازاي لو تفتكروا ان هنا معدل التغير بتساوي نهاية الهاء تقول السف لما متوسط دالة التغير او دالة متوسط التغير يبقى عندي كده الميمهاء اللي هو متوسط داير 7 زائد هاء يبقى هنقول كده نهاية هاء تقول السفر 7 زائد هاء يبقى هنعوض عن الهاء بسفر يبقى تساوي 7 يبقى معدل التغير كده عندي هيساوي سبعة وبس يكون المسألة خلصت ونشوف بقى ننتقل للدرس التاني درس بقى الاشتقاق بيقولوا المشتقة الاولى اللي الدلة ليها عدة رموز منها دل صد ودل سين او مشتقة صاد او هنا دال على بتساوي كل ده يعني نشوي دال على دل سين او دالة الدل سين نشوف بقى ميل المماثل المنحنة اللي هو صاد بيساوي دل سين عند النقطة ايه بقى عند النقطة ما بينكوا سين كده سين واحد ودال سين واحد هتساوي بقى الظلام اللي هو ميل المماثل نهاية اللي ها تقول للسف دال سين واحد زاد ها انا قصد دال سين واحد اللي هي لو تفتكروا دالة التغير على بقى الها لو بقى كان متوسط التغير وكل ده اصلا كل ده كده على بعضه كان معدل التغير ما تنسوش ظلام وبيقول بقى ان وجدت بتساوي معدل تغير الدل لما كنسين تساوي سين واحد اللي هي نفس الكلام اللي بقوله لكم معدل التغير هو ده نفس قانون اصلا معدل التغير ونساويه بقى بالظلام يعني ازا كده حاجة ان انا عندي المشتقة الاولى او الدالة المشتقة او المعامل التفاضولي الاول كل ده بيساوي معدل التغير اللي هو نهاية ها تقول للسفر دال سين زاد ها دال سين واحد زاد ها نص دال سين واحد على الها نشوف بقى المثال ده باستخدام التعريف اوجد دال سين اللي هي مشتقد سين او مشتقد صاد ثم اوجد ملي المماث عند النقطة تلاتة واثنين للدالة دال سين ساوي سين تربيع زائد خمسة فنستخدم القانون اللي هو ده عشان نجيب الدالة بتاعتنا عادي خالص اللي هو نهاية ها تقول للسفر دال سين زواز واحد طبعا نعوض بقى بالدال سين واحد زاد ها الوقف هنا ازاي هنشوف مع بعضهم الوقت دال سين واحد زاد ها هتساوي سين زاد ها تربيع الوقت بنعوض مكان السين في الدالة دي اهيب يو سين زا سين واحد زاد ها تربيع زاد خمسة عادي خالص وبعد كده نجيب الدال سين اللي هي هي سين تربيع زاد خمسة ونطرح نقول بقى دال سين زاد ها نقص دال سين ونطلع بقى الناتج اللي هيطلع دال ها سين زاد ها تربيع وهنقسم على الهاء كل ده عشان نجيب القانون فهو هنقسم على الهاء وناخد الهاء عامل مشترك ففي الاخر يطلع عندي القانون بالشكل ده في الاخر اللي هو نهاية ثالثة ها قولي السف اه اتنين سين زاد ها وطبعا ها طالما بتقول السف يبقى تساوي في الاخر اتنين سين طب بيقولي بقى عند النقطة تلاتة واتنين قال لي هنا فاذا عندي السين هنا هتكون بكام بتلاتة يبقى اتنين في تلاتة بستة يبقى ملي المماس يساوي ستة اسهل حاجة في الدنيا يعني يبقى كده عندي ملي المماس بيساوي المشتقة الاولى لما نعوض بقيمة سين فقابلية كده الاشتقاق نشوف قابلية الاشتقاق لو كان المشتقة الدالة اليمنى اليها ده الشرط الف موجة بتساوي مشتقة الدالة اليسرى اليها ده الشرط الف سبب يبقى ازا الدالة عندي قابلة اشتقاق عند الف إنما لو ما كانوش بيسووا بعض يبقى الدلة غير قابلة للاشتقاق عنده ألف وهنشوف أمسل على الكلام ده دلوقتي لكن بعد ما نشوف العلاقة ما بين الاتصال والاشتقاق نظرية عامة كده وهم إذا كانت الدلة صاد بتساوي دل سين قابلة للاشتقاق عند النقطة سين ساوي ألف فهي بقى بتكون متصلة فلما تكون كده أهو الملحوظات دي مهمة جدا فلما تكون الدلة قابلة للاشتقاق لازم تكون متصلة ولكن لما تكون متصلة ممكن تكون قابلة للاشتقاق وممكن تكون غير قابلة للاشتقاق ونشوف الأمثلة دي مع بعض المثال الأول هم يعني مثالين ابحث قابلية الاشتقاق والاتصال لدل سين ساوي 2 سين تاربية زاد 1 لما يكون السين أكبر من أو تساوي اللي 2 والسين زاد 5 لما يكون السين أصغر من اللي 2 لما يكون بقى السين تساوي 2 هنعوض أول حاجة كده بدلة اللي 2 فلما نشوف كده، امتى الس scariest ن ساوي اتنين؟ اهو في الدلة الاولى فازن اتنين في اتنين تربيع زائد واحد هتطلع بتسعة ونجي بقى المرة التانية هدنا عوض في دلة الاتنين موجب فهنا دلة التنين موجب اللي هي هي الدلة الاولانية دي فازن اتنين بنفس الفكرة في اتنين تربيع زائد واحد هتطلع عبرating بتسعة له كده نهاية س نعت RPG دلة الاتنين بقى تقول السالم نهاية سين تقول الاتنين سالت هنجيبها بقى من هنا لأن هنا اللي السين تقول لأتنين سالب فإذا سالب أو نعود بالتنين بس يبقى تنين وخمس هتطلع بسبعة هل طلعت دي بتساوي دي لا ما طلعتش إبقى إذن دالة غير متصلة عنده سين تساوي أتنين وطالما دالة غير متصلة مستحيل تكون دالة قابلة لاستقاق يبقى إذن عندي كده دال دي دالة غير قابلة لاستقاق عند سين تساوي أتنين يبقى كده اللي طلعت لا متصلة ولا مشتقة نشوف بها المثال الثاني مع بعض ابحث قابلية الاستقاق للدلة سين تربيع زاد 2 لما السين اكبر من او تساوي الواحد واثنين سين زاد واحد لما السين اصغر من الواحد لما كون السين بتساوي واحد فالاول كده هنتشوف دلة الواحد فانا عوض في اللي فوق يبقى واحد تربيع زاد 2 هتطلع بتلاتة عاجات دلة الواحد موجب اللي هو نهاية ها تقول الواحد موجب وانا عوضنا بلاقة اقول للسفر موجب عشان احنا بنبحث الاشتقاق مش الاتصال ففي الاخر طلع الناتج باتنين بعد التعويضات اللي كنا اتدربنا عليها في اللفوق يعني في درس الاولاني بعد كده نشوف الدل لما لاقة اقول للسفر بقى من ناحية السالب فهنبدأ نعوض وفي الاخر هتطلع باتنين لما لقنا كده ان دي بتساوي دي المستقل يومنا بتساوي المستقل اليسرى يبقى ازا عندي الدل لقابلة الاستقاق عندها السين تساوي واحد ونشوف درس التالت اخر درس في التفاضل وتجميع قواعد الاستقاق كلها لها سبع قواعد في صفحة واحدة بس يعني من الاخر كده في القاعدة الاولى ان مشتقة الدلة السبتة على طول بتساوي سفر يعني لو شفنا دلة سبتة وعايزين نطلع مشتقة بتاعتها فالمستقة سفر زي دل سين ساوي اتنين يبقى مشتقة الدلة دي بتساوي سفر على طول تاني قاعدة لما يكون دل سين ساوي سنون يعني هنعمل ايه هنجيب النون دي ونحطه جنب السين وهننقص من نون واحد يعني اتبقى نون سين قص نون نقص واحد يعني زي هنا دل سين ساوي سين قص أربعة هتبقى دال مشتقة الدلة السين هتساوي هننزل الاربعة والنقص منها واحد يبقى اربعة سين قص تلاتة طيب المثال الثاني ده ده السين نص سين قس سلب ستة هنزل السلب ستة ونضربها كده في النص وهنقص من السلب ستة سلب واحد يبقى سلب سبعة يبقى سلب ستة في سين قس سلب سبعة القاعدة التالتة مشتقط مجموع او طرح دلتين هنجمع ونطرح المشتقبة على حسب الاشارة واصلا كده لما نيجي نعمل كده تسعة في اتنين هنزل القس 2 يعني هتبقى ب18 سين لان احنا نقصنا 2 واحد يبقى 18 سين ودي لما نزل الواحد كده طبعا الخمسة دي قلنا مشتقط الدلة السبتة بتساوي سفر فانعتبرها مش موجودة لني بسفر والسين دي ازاي تحولت لواحد ان عبارة ان احنا هنا القس واحد فنزلنا هنا ضربنا في واحد والسين قس سفر بواحد يبقى واحد في واحد بواحد يبقى 18 سين زائد واحد القاعدة الرابعة أن مشتقط حصل ضرب دلتين بتساوي مشتقط الأولى في التانية الدلت التانية بتنزل عادي ونغير ما نجيب مشتقطها زائد مشتقط الثانية في الأولى بالنسبة لقاعدة الخمسة أن مشتقط خارج قسمة دلتين تساوي مشتقط البسط في المقام المقام من غير مشتقط والنزل السالب مشتقط المقام في البسط على المقام التربيعي يبقى أومد القانونين يعني أطبعا أهم القانون ويتشوفوا دور في قراسة أولا وقلم كده وتعود تحلوا وتطبقوا القاعد عليهم آخر بقى قاعدتين مشتقد دلة الدلة يعني عندي دل صود عدل سين هتسوي بقى دل صود عدل عين في دل عين على دل سين ركزتها كده كده أصلا منطقة دي بتسوي دي لأن احنا لو جينا ضربنا ونمشي دي مع دي هتبقى دي سابع حاجة سابع قاعدة لو عندي مشتقد دلة مرفوع الوس اللي هو زي المنظر ده كده فان احنا هننزل القس وهنطرح من القس واحد ونضرب في مستقمة بداخلها القس يعني نفس الفكرة قريبا من الفكرة اللي هي الفكرة التانية دي قاعدة التانية في ربع ساعة كده نكون خلصنا يعني أهم يعني الخلاصة المختصر بتاع التفاضل واشوفكم بقى بخير في الفيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته